خلنينا أبتدي معاك باسموحة كابتن يعني من أندية المحترمة المهندس فرج عامر كابتن حمده صدقي كمانكا جهاز فني معاك ومجموعة الجهاز الفني المعاون كله ما شاء الله يعني الوضع ماشي بشكل مميز عايز تجربة دي مهمة بالنسبة لكابتن أحمد ناجي وتجربة جديدة دائما كابتن أحمد ناجي في المنتخبات دائما متواجد في النادي الأهلي هاكلامك في جزئية النادي الأهلي أيضا لكن خلني أكلام على تجربة سموحة في البداية كابتن لا هو طبعا أولا سعيد جدا جدا طبعا حمده احنا صحاب من 84 يعني وقبل كده كمان فكما اشتغلناش مع بعض أبدا ونطلك حتى قبل الحوى أنه يعني كمدرب كان بالنسبة لي اكتشاف رائع يعني حاجة حتى أنا يعني بعد قبل في المحاضرة بتاعة مموراتي الأهلي تلقيت من المحاضرة على طول قلت له قبل المتش ونطلقاش عملني نتيجة ولا حاجة قلت له أنت رائع ما سبتش حاجة يعني وفعلا الولاد في اليوم ده نفزه اللي هو قاله لا مدرب من مدربين أنا دائما أقوله باشتغلت مع مدربين كبار أوي وأسامي كبيرة جدا يعني حمده حاجة حلوة خلص يعني حمده حمده كمان أنت قلت لي حاجة أنا قلت لك شخصية طيبة بس أنت قلت لي كمان بجانب الشخصية الطيبة هو شهر خياده طبعا في الوقت المناسب فده الشخصية القيادية المحترمة طبعا أنا دي سموحها بقى مفاجأة عظمة بالنسبة لي وبالتحديد ما هذا سفرج عامر يعني يعني أنا أما عدت معاه وتكلمنا إنسان راقي جدا وأفكار احترافية جدا يعني حد وزن الأمور وعارف هو بيعمل إيه يعني مبارحة أو أول مبارحة بيعمل منقص كسب منقصة لأوتيل للنادي مش عارف 650 مليون جنيه للنادي وبر حدود النادي كمان يعني معادش أنا قريت شوية التفاصيل اللي هو كتبها النهاردة حاجة مش معقولة يعني وشاطل جدا بقى في النهوي لأنه أنا أما رحت النادي كان فيه أربع جالب ما بيلعبوش فأنا قلت ما بيلعبوش بقى يعني مفروض للأجناب داي يجي يلعب فأنا بأتكلم معاه قال لي لأ كواسين جدا شوية شوية أنا وحمدة وبيت الجرسة بتعرف معاه أنا طبعا أحمد عبد الفتاح طبعا عبيبك وزميلك في الملعب وشخصية فرود كان نحله باره جميل لا وشخصية كمان يعني سوء حلاو ما كبر اه جدا حلاو جدا ولوك جدا وطبعا كابت الخميس جعفر ومعنا كمان كابت الحمدة جايب معد بدن إنجليزي اسمه لي جازي دارج كابت عباري وعمرو وعادي المحجوب والناس كلها يعني حاجة طيبة جدا ده المهان تفرج عامر اه طبعا اكتشفت بقى إنه عنده كمان تقل في حتة الكورة يعني يعني إنه هو جالبا بيتبقى يعني رجل عمل بس بجد شخصية ممتازة يعني كان مصمم على الرباع ده اه اه ولعب ماتشي بالقالي كانوا كلهم هيلين يعني أنا بس قبلها لما يعني عتبعناهم بقى في التمرين قلتوا لأ أمومه كويس وده كويس وده كويس لا يعني اكتشفت إنه هم فعلا كويس ما تكلمتوش في الفترة لفترة كانت في فكرة تخفيض العقود وانت بالظروف اللي مرت بها انتو كجهاز فني مع المشاة والله لا الكابتين حمادة بادر هو الرجل ما طلبش يعني الرجل بيقول أنا متكفل بكل اه وكان معي صراحة هنا وقال أنا متكفل بكل الناس ما عنديش لكن احنا طبعا الكابتين حمادة الـ 50% مرتبه ويعني أكرمنا احنا شوية كاستفق الـ 25% اللي استفقق لا لو اطلب مني طبعا أكتر من كده فانديش مشكلة لكن المهانس فرج عامل ما تكلمش معكم البداية لا خالص طب وقراره يعني وافق هو ولا لسه لا هو طبعا وفيه العيبة برضو نازلت يعني عنك لكن هو كمهانس فرج يعني ما قالش ما أكبركمش على حالة لا لا وحتى بأرى له حاجات حلوة جدا العمالة اللي هي المؤقتة محتفظ بيها في النادي حاجات إنسانية حلوة ما تجد في القاة في الأخرة وجوز إنسان اللي نحن هو عدت لازم كل لأنه طبعا في إلا يعني أعباء كبيرة جدا وما فيش أي موارد يعني لكن أنا بشكره من خلالك على الحاجات الحلوة اللي بيعملها